موسيقى السلام عليكم نشط منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين شرث واري بنغازي يعلن تحقيقه تقدما نوعيا في منطقة الفامة ونزوح كبير لأهالي أرض زواوا وبعض سكان السلمان وسيدي يونس خارج مناطقهم موسيقى نائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبدالصادق يقول إن المؤتمر منح لغويل الإذن بإجراء تعديل على حكومة الإنقاذ الوطني وتخفيض عدد وزاراتها الجامعة العربية تدعو إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية لمساعدة ليبيا عسكريا والمؤتمر الوطني اعتبر أي تدخل أجنبي بمثابة العدوان موسيقى أهلا بكم قالت مصادر بمجلس شورى ثواري بنغازي إن قواتها حققت تقدما وصفته بالنوعي في منطقة الثامة وذلك عقب سيطرتها على مبنى سلع تموينية ونقاط عدة محاذية لطريق ساحلي شرق المدينة وقال المصدر إن قوات شورى ثوار يتمركزون حاليا عند كوبري الثامة مؤكدا وجود اشتباكات وصفها بالعنيفة في محيط المنطقة هذا أضف المصدر أن عددا كبيرا من أهالي أرض زواوا وبعض سكان السلماني وسيدي يونس نزحوا خارج مناطقهم بحسب المصدر وتعد الثامة منطقة هامة على الصعيد الاستراتيجي لكونها تمكن من مراقبة الطريق الساحلي ومنطقة حي السلام وسيدي يونس وأرض زواوا في بنغازي أيضا أكد مصدر بمكتب الإعلام في مجلس شورى ثواري المدينة مقتلى عدد من قوات حفتر وجرح آخرين ذلك إثر استهدافهم من قبل مقاتلي المجلس في محور حي لبنان بالمدينة وأضاف المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مقاتلي المجلس تمكنوا من تدمير مدرعتين تابعتين لقوات عملية الكرامة في المحور نفسه مشيرا إلى استمرار الاجتباكات في محوري الليثي وبوعطني إضافة إلى المحور الغربي للمدينة وأشار المصدر إلى قيام طائرات تابعة لعملية الكرامة بقصف تمركزات لمجلس شورى الثوار في الصابر والليثي طالبت لجنة الأزمة ببلدية بنغازي وتابعة لحكومة الإنقاذ الوطني طالبت المشاركين في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بتجريم عملية الكرامة محليا ودوليا باعتبارها عملية إرهابية وحملت اللجنة في بيان لها المشاركين في جولات الحوار مسؤولية ما شهدته برغازي من إهمال وتقاعص عن دعم ثوارها وقال البيان إن المدينة تشهد كارثة إنسانية منذ الهجوم عليها من قبل قوات حفتر وتشريد وتهجير أهلها وقصفها بالبراميل المتفجرة داعيا المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ إلى توفير الإقابة المنازمة للنازحين الذين باتوا يضطرون للعودة إلى بنغازي على ظهر مراكب الجرفات المتلاهكة أو المتهالكة عفوا وفق نص البيان مشاهد دمار تعم المساكن والشوارع في بنغازي بعد أكثر من عام ونصف العام تقريبا من القتال المعارك لم تتوقف بعد رغم ما حل بأهل المدينة من مآس وما أصابها من خراب دمار لا يستغرب المراقبون وقوعه بهذا الحجم في ظل استخدام البراميل المتفجرة والعشوائية في القصف والنقص الكبير في الاحتراف الذي تعانيه القوات المتحاربة فضلا عن تحصن هذه القوات بالمناطق السكنية هذه المشاهد هي للقوات التي تعلن نفسها جيشا وطنيا يحارب الإرهاب إلا أنه لا يبدو عليها الانضباط العسكري فالعتاد واللباس وطريقة التعامل مع الأسلحة تظهرهم أقرب إلى ميليشيا حيث تستخدم العربات اليدوية لحمل المدافع ويضم المقاتلون بين صفوفهم فيتية صغار في السن والأخطر من ذلك هو تجمع الأطفال حول المقاتلين رغم المخاطر المترتبة على حياتهم قال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عود عبدالصادق إن المؤتمر بحث الثلاثاء ملف الحوار وخلص إلى تمسك برد واضح وصريح من بعثة الأمم المتحدة بشأن إدراج تعديلاته على مساوادة الاتفاق اعتبر عبدالصادق أن البعثة الأممية ورئيسها هما سبب فشل الحوار في حال جرى تمسك بعدم إدراج تعديلات المؤتمر مؤكدا أن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية إخفاق اتفاق ليس طرفا فيه وأكد عبدالصادق أن المؤتمر قدم تنازلات عديدة بحثا عن مخرج للأزمة وحقنا للدم الليبي إلى أن التنازل لا يعني بأي حال التخلي عن مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير حسب وصفه اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عود عبدالصادق أن الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تبرز الحاجة إلى تعديل وزاري عبر تخفيض عدد الوزارات وإقامة حكومة مصغرة لتأدية الخدمات بشكل أفضل وأوضح عبدالصادق في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أنه سيترتب على هذا التعديل تخفيض عدد وكلاء الوزارات الذين كان يناهز 120 وكلا وتركيز الخدمات في الوزارات السيادية إضافة إلى تحويل العديد من الوزارات إلى هيئات تتبع لرئاسة الوزراء وأعرب عبدالصادق عن الأمل في أن يقدم رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل تشكيلته الحكومية الجديدة خلال أسبوع إلى المؤتمر الوطني العام لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام عبدالسلام الصفراني سيد الصفراني بداية ما طبيعة هذا التعديل الذي سيقدم عليه لغويل نعم هو في الحقيقة سيد رئيس الحكومة توجه برسالة من حوالي أسبوعين للمؤتمر الوطني طالبا فيها التعديل في حكومته والتعديل يتمثل في تقليص عدد الوزارات في الحكومة بضم بعض الوزارات لبعضها وبتحويل بعضها إلى مؤسسات أو شركات كما كانت في السابق المؤتمر اليوم عرضت رسالة سيد رئيس الحكومة على المؤتمر ووافق المؤتمر على تقليص عدد الوزارات أو هيكلية الحكومة بحيث تكون في 12 وزارة وستعرض على المؤتمر أسماء هذه الوزارات والهيكلية الجديدة وأسماء الوزارات خلال الجنفة القادمة في السبوء القادم بإذن الله طيب لماذا يحدث هذا التعديل في هذا التوقيت الزمني تحديدا الكل يعلم أن الحكومة الآن لم تستطع أن تدير كثير من الملفات ولعل هذا يرجع إلى البعض يرجعه إلى بعض في بعض الوزارات والبعض الآخر يرجعه إلى توسع الحكومة وترهم كبير في الحكومة في عدد الوزارات صعوبة اتخاذ القرار داخل استماع مجلس الفراء وعدم وجود تناسق تام بين رئيس الحكومة والوزارات فهذه الأمور وغيرها دعت إلى رئيسي برئيس الوزارات إلى طلب مثل هذا الأمر أشكرك جزيلا عبد السلام الصفراني عضو المؤتمر الوطني العام كتب معنا عبر الهاتف من طرابلس دعا البيان الختامي لاجتماع المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها حسب البيان طلبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بدعم حكومة الأزمة في مواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها ما يعرف بتنظيم الدولة في حق الأبرياء بمدينة سرط كما حث البيان لجنة العقوبات الدولية والتابعة للأمم المتحدة على الاستجابة الفورية والبت في الطلبات التي تقدمت بها حكومة الأزمة كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة وكانت قد أكدت جامعة الدول العربية في بيانها الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إجماع على تشكيل قوة عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب في ليبيا هذا ما أكده رئيس مجلس جامعة الدول العربية بشر الخصاونة في اجتماع المندوبين الدائمين هناك اجتماع تاريخي لمجلس الدفاع العربي مشترك المكون من أصحاب المعالي وزراء الخارجية ووزراء الدفاع العرب أكد معالي الأمين العام اليوم على أن هذا الاجتماع التاريخي سيعقد بإذن الله في السابع والعشرين من هذا الشهر في تمام الساعة الحادي عشر ظهرا لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لإنشاء هذه القوة اجتماع دعت إليه حكومة الأزمة التي طالب وزير خارجيتها محمد الدائري بدوجه ضربات جوية مباشرة إلى معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة سوف نتصل من الآن فصاعدا بالدولة العربية الشقيقة لتمكيننا من صد هجمات جديدة محتملة إلى داعش في مدينة سرط دعوة إلى رفع حضر التسليح عن حكومة الأزمة لاقت ترحيبا وتأييدا من قبل أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي الذي وصف الوضع في ليبيا بالخطير إن حجم الدعم العربي الفعلي الذي تلقته الحكومة الليبية وهي الحكومة الشرعية المعترفة بها عربيا ودوليا رغم أهميته لا يزال غير كاف ولم يصل بعد إلى المساول المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق يأتي ذلك في وقت حذر فيه المؤتمر الوطني من التدخل في الشأن الليبي ومن انتهاك السيادة الوطنية مؤكدا أن أي محاولة لمحاربة الإرهاب داخل ليبيا تتم دون التشاور معه ومع الحكومة المنبثقة عنه ستربك المشهد وتعيق الحوار وفي انتظار ما ستفضي إليه الجلسة القادمة للجميع العربية تتباين المواقف والأراء حول الإجماع على تشكيل قوة عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب في ليبيا بين من يرى في ذلك ضرورة ملحة للقضاء على خطر ما يعرف بتنظيم الدولة ومن دق نقوص الخطر من وجود أطراف تحاول توظيف محاربة الإرهاب لمآرب سياسية في سياق متصل أكدت لجنة شؤون الأمن والدفاع بالمؤتمر الوطني العام أنها ستعتبر أي تدخل أجنبي في ليبيا بمثابة العدوان مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم هذا وأضافت اللجنة في بيان لها أن القوات التابعة للمؤتمر الوطني قادرة على تحرير سرط من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة دون أي تدخل خارجي كما أعربت اللجنة عن رفضها لما أسمتها بمحاولات خلط الأوراق التي يقوم بها مجلس النواب والحكومة التابعة له بغرض الاستقواء بالحلفاء بعد أن فشلت قوات حفتر في السيطرة على بنغازي ودرنة حسب البيان هذا وأوضح البيان أنه مع قرب التوصل إلى اتفاق سياسي قامت قوات حفتر وحكومة طبرق بطلب تدخل في ليبيا من أجل إفشال هذا الحوار مشيرة إلى وجود علاقة وطيدة بين قوات حفتر وتزايد انتشار ما يعرف بتنظيم الدولة هذا وقد رأى الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبد الكافي في نشرة سابقة أن جامعة الدول العربية تلعب الآن أسوأ أدوارها حسب وصفه قائلا أن تزويد أحد الأطراف بالسلاح يزيد من حالة الانقسام بين أبناء الشعب الواحد جامعة الدول العربية تلعب الآن أسوأ أدوارها هي تعلم جيدا أن انقسام عسكري وسياسي داخل ليبيا تحاول دعم طرف على حساب طرف مع علمها التام لفشل العسكري والسياسي لأحد الأطراف الداعمين أيضا تعلم جيدا أن ملف ليبيا أو ما يخص الشأن ليبيا خرج من يدها الآن لدى المجلس الأمن قال رئيس اللجنة الأمنية بسرط اسماعيل عبد العال إن عدد قتل ما يعرف بتنظيم الدولة بلغ منذ انطلاق الاشتباكات بالمدينة 62 قتيلا هذا أضف عبد العال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد موجة نزوح مع استمرار إغلاق المحلات والمؤسسات التابعة للدولة مشيرا إلى أن عددا من القوات التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني وكتائب الثوار تتمركز عند الحدود الإدارية لسرط في انتظار قرار من رئاسة الأركان ببدء معركة تحرير المدينة إلى درنة حيث أكد الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي المدينة وضواحيها حفظ الضبع مقتل أحد عناصر المجلس وعنصرين تابعين لما يعرف بتنظيم الدولة في اشتباكات الساحل الشرقي صباح الثلاثاء وأوضح الضبع لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم شن هجوما على حي الساحل الشرقي في محاولة منه للسيطرة على أجزاء من الحي والالتفاف على عناصر مجلس الشورى من جهة ساحل البكوش لمساندة قوات التنظيم بحي الأربعمية وأشار الضبع إلى أن الاشتباكات استمرت ساعات عدة تمكن خلالها عناصر المجلس من إصابة مدرعة تابعة للتنظيم بشكل مباشر والاستلاء على مخزن للذخائر تابعا للتنظيم هذا وأضاف الضبع أنهم قاموا بالتعاون مع شباب حي الساحل بصد محاولة تسلل لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إلى منطقة الساحل عن طريق منطقة الفتائح والورش العملية التي حاولت القيام بها تنظيم الدولة من التسلل عن طريق عقبش الفتائح والتسلل عن طريق الورش بالدخول إلى منطقة الساحل خاصة من ساحل البكوش استطاعوا أفراد مجلس الشورى بالتعاون مع شباب حي الساحل الذين وقفوا وقف جاد لرد هذا الهجوم واستطاعوا القتل العديد منهم منتصف الليل متواصلة وفيها بعد الفاصل السلطات التونسية تفتح مجالها الجوية أمام شركات الطيران الليبية لتشغيل رحلات تجارية ابتداء من اليوم شورى ثواري بنغازي يعلن تحقيقه تقدما نوعيا في منطقة الثامة ونزوح كبير لأهالي أرض زواوى وبعض سكان السلماني وسيدي يونس خارج مناطقهم نائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبدالصادق يقول إن المؤتمر منح لغويل الإذن بإجراء تعديل على حكومة الإنقاذ الوطني وتخفيض عدد وزاراتها الجامعة العربية تدعو إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية لمساعدة ليبيا عسكريا والمؤتمر الوطني يعتبر أي تدخل أجنبي بمثابة العدوان أهلا بكم من جديد أكد عضو المجلس البلدية الكفرة فتح بخريم تحرير ثوار المدينة لمنطقة الكسرات من يد بعض المجموعات الأجنبية حسب قوله وأوضح بخريم أن القوة الشدية كانت تتمركز في محطة توليد الكهرباء وقامت بتلغيمها قبل الفرار ما تسبب في إصابة منتسبي إدارة الكهرباء إصابات طفيفة عند وصولهم لإعادة التيار الكهرباء من جهتها أوضحت مصادر أعلامية من الكفرة أن قوات أجنبية حاولت دخول المدينة مع بعض من منتسبي حركة تحرير السودان المعارضة التي يقودها من أركم الناوي ولكن الثوار تصدلها أعلن مركز شرطة سبهة مقتل 21 شخصا وإصابة 65 أخرين نتيجة الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مناطق المهدية والسكرة والمنشية وأوضح المركز على صفحته الرسمية أن ستة أشخاص قتلوا جراء الاشتباكات المباشرة بين الطرفين تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء قضوا جراء سقوط صواريخ الهاون على منازلهم إضافة إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة أجانب بسبب القنص أو حوادث أخرى وأضاف المركز أن الصواريخ أصابت عددا كبيرا من المنازل والمقرات العامة فضلا عن أعمال النهب والسرقة التي طالت مؤسسات عدة في المدينة بالعودة إلى موضوع الكفرة ينضم إلينا عبر الهاتف من الكفرة الصحفي عبد الحميد لبريش سيد عبد الحميد بداية صف لنا طبيعة ما جرى في منطقة الكسرات حقيقة ما حدثنا اليوم في منطقة الكسرات كان بأمطلاقة لم تكن هذا اليوم أمطلاقة كانت من يوم الأمس يوم الأمس الأهالي والشباب المدينة تمكنوا من تحرير عدة مناطق كانت محاذية لمنطقة الكسرات وهي منطقة الجمالك ومنطقة المحاطة الغازية وإضافة إلى المحجر البيبري بعض المناطق الأخرى المحاذية لتلك الأماكن تم تسيطر عليها يوم الأنس التي كانت تمركز في تلك المنطقة هي قوة معاذية خادمة من خارج المدينة تحاول دخولها منذ حوالي أكثر من أسبوعين هذا اليوم يعني منذ ظهر اليوم بدأ الاشتباك في منطقة الكسرات مع تلك المجموعات المطلحة التي استمركز في هذه النقاط الاشتباكات الحقيقة كانت عنيفة جداً مع هذه القوة هذه القوة حقيقة يعني جل على صرحة من حركة تحرير السودان المعارضة جناح الكومانناوي إضافة إلى مجموعات أو عصابات تحاول دخول وإحام المدينة الرجال الحقيقة اليوم بعد اشتباك اليوم الآن القوة التي تحاول دخول مدينة محاطرة في منطقة واحدة وهي منطقة أو نقطة ثلاثة ثلاثة الحجودية وبالتاني تم تحرير أزاء كبيرة من المناطق التي كانت هل نفهم من ذلك أن منطقة الكسرات مؤمنة الآن؟ منطقة الكسرات شباب وأهل المدينة بالكامل الآن أحدثك حتى قبل المغرب كانوا الشباب متمركزين فيها إلى هذه اللحظة قبل المغرب كنت متواجد في تلك المنطقة حتى قمت بتوفيق بعض الأحداث وبعض الاشتراكات التي جرت في تلك المنطقة وبالتالي حقيقة إلى الآن منطقة الكسرات بالكامل والزبال المحاذية لها في جنوب المدينة بالكامل تحت سيطرة أهالي المدينة وتم دحر القوة التي كانت تتمركز في تلك المنطقة يعني إلى خارج نستطيع أن نقول أن هذه القوة المعادية أو التي تحاول إختحام المدينة أشكر على أبواب أو على حدود المدينة وبالتالي يمنى المنتظر على حسب القادة لا نبري بتحديد القادة العسكريين في الأيام القادمة قد يكون الغد أو بعد الغد ننتظر بإذن لما ستقول الله الأوضاع في الكفرة عموما أشكرك كنت معنا عبر الهاتف عبد الحميد لبيرش الصحف من مدينة الكفرة أقيم في محلة جديد بمدينة سبها مهرجان الطفل للقراءة برعاية جمعية صناع الحياة بالمدينة وبالتعاون مع المجموعة الدينماركية لنزع الألغام وسينطرق المهرجان أيضا في جميع المحلات بالمدينة خلال الأسبوع القادم اقرأ مهرجان الطفل للقراءة الذي تشرف عليه جمعية صناع الحياة بسبها أقيم للمرة الثانية بالمدينة بالتعاون مع المجموعة الدينماركية لنزع الألغام حلمنا هو أن تكون سبع عصمة ثقافة 2020 سنة 2020 حاليا كل برامجنا ثقافية وأن كيف نعود الناس على القراءة وكيف نوموا أنفسهم ثقافيا ليست الألغام وحدها بحاجة للانتزاع من المدينة فجمعية صناع الحياة تحاول ترسيخ ثقافة القراءة بين صفوف هؤلاء الأطفال الذين تجمعوا في هذه الساحة وتحاول أيضا الخروج بهم من مناخ الصراعات وحمل السلاح إلى حمل الكتاب والقصص لعلهم يساهمون بما تعلموه في تغيير الواقع الذي تعيشه البلاد محاولات جادة لمعالجة ما شوهته الحروب وزرعته في أذهان الكثير من الأطفال علها تساهم في خلق جيل جديد منزوع الأحقاد ومحب للخير والنماء أعلنت وزارة النقل التونسية أن المجال الجوية التونسية بات مفتوحا أمام شركات الطيران الليبية لتشغيل رحلات تجارية انطلاقا من جميع المطارات الليبية باتجاه نظيراتها التونسية بداية من يوم الثلاثاء وصرح مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل التونسية لحبيب المكي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه سيتم في مرحلة ثانية دراسة إمكانية عودة النقلات التونسية لتسير رحلات إلى المطارات الليبية وأشارت وزارة النقل التونسية في بيان لها إلى أن إعادة فتح المجال الجوي بين تونس وليبيا جاء بعد عمليات تدقيق قام بها فريق عمل متكون من تقنيين في مجال سلامة وأمن الطيران المدني التونسي للمطارات الليبية بالمنطقتين الشرقية والغربية ختام النشر وهذا تذكير بالعنوين شرث وري بنغازي يعلن تحقيقه تقدما نوعيا في منطقة الثامة ونزوح لأهالي أرض زواوة وبعض سكان السلماني وسيدي يونس خارج مناطقهم نائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبدالصادق يقول أن المؤتمر منح لغويل الإذن بإجراء تعديل على حكومة الإنقاذ الوطني وتخفيض عدد وزاراتها الجامعة العربية تدعو إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية لمساعدة بيبيا عسكريا والمؤتمر الوطني يعتبر أي تدخل أجنبي بمثابة العدوان تمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر